صدقت تلهيئة العامة للكنسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنسة وإجراء انتخابات في الثاني من أذار مارس المقبل وذلك للمرة الثالثة خلال عام واحد بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مزدود ويتبقى على الكنسة التصويت على مشروع القانون من خلال القراءات الثانية والثالثة قبل منتصف الليلة المقبلة لا يزال الشارع الإسرائيلي ينتظر اختراقا في المفاوضات بين الأقطاب السياسية المختلفة لحل أزمة الشلل السياسي في إسرائيل رغم اقتراب انتهاء المهلة القانونية لتشكيلها مطلب لا يسمعه أصحاب القرار على ما يبدو بن يمين تانياهو زعيم حزب الليكود والمتهم الأول بأخذ إسرائيل إلى انتخابات كارثية يتهم خصمه الرئيس زعيم حزب الجنرالات بني جانس بالمروغات السياسية وبالتعنت في شروطه على تنازل نتانياهو عن الحصانة لمواجهة قضايا الفساد المتهم بها أما رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكدور ليبرمن الذي طالب تغليب مصالح الدولة على الدين يخرج مصويبا أسهمه الانتخابية على ما يبدو إلى الطرفين ومتهما كلاهما بالخداع والفشل لم يريد كل من الليكود وكاحول لفان حكومة واسعة أراد كلاهما الذهاب إلى انتخابات عامة انتخابات تالثة في غضون أقل من عام ستنظم في الثاني من مارس آذار المقبل ترجح تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية وفق تقديرات لا تتوقع حلها وجني ثمار انتخابية يلوح في الأفق عبر إجراءات عسكرية شرسة قد تطال قطاع غزة وأهلها نعم هي ذات الرواية الإسرائيل التي تعتمد على القوة والقوة هي من طرف اليمين واليمين المتطرف الذي في كل مرة عندما تقترب الانتخابات يريد أن يحصل على أكبر عدد اقتراع ثالث كانت قد أكدت لجنة الانتخابات على صعوبة إقامته لعدم تخصيص ميزانية له يتجه الكنيسة إلى حل نفسه والموافقة على موعد لإجراء الانتخابات في الثاني من آذار مارس المقبل وما كان يبدو شبه مستحيل لكثير من الإسرائيليين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع للمرة الثالثة بعد انتخابات غير حاسمة مرتين بات وشيكا اليوم فمشتوى العربية الناصرة داخل الخط الأخضر يبقى معنا من الناصرة مراسلنا فهمي اشتيوي مرحبا بك فهمي مآخر المسجدات في الكنيسة وهل تتجه إسرائيل للمرة الثالثة في انتخابات جديدة بداية جمال أجد المسجدات هي أن يال ينون أو المستشار القضائي للكنيسة قد أعلن وصرح على أن المداولات يمكن أن تستمر بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس أي بعد أكثر من ساعتين من الآن المداولات حتى هذه اللحظة مستمرة أجدد تطورات هي أن ما أفاد به المقربين من حزب الليكود ومن بن يمينة تنياهو رئيس الحكومة الانتقالية حيث أنه يدرس فكرة التنازل عن الحصانة البرلمانية في قضايا الفساد المتهم بها بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة وإعادة الكرة أمام بني جانس رئيس تكتل أزرق أبيض على الطاولة لأن تكون حكومة وحدة وطنية واسعة مع الحزب وبين مع الليكود هذا الاقتراح قد قدم من قبل بني جانس في بداية الأسبوع لكن لم يكن هناك رد من بن يمينة تنياهو في حال يتم الرد في الساعتين القادمتين يعني المصيرتين في انقضاء المهلة الزمنية التي منحت من قبل رئيس دولة الإسرائيلية روفين ريفلين وسيتم يعني سيقوم نتنياهو بالحصول على واحد وستين توقيعا ويقدمها لرئيس الدولة وكذلك أيضا بني جانس سيقدم واحد وستين توقيعا وبذلك سيقوم ريفلين بإعطاء مهلة زمنية جديدة وهي أسبوعين إضافيين في تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة إن حصل في الأسبوعين يطرح أمام الكنيسة تليني ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد مستجدات يمكن القول على أنها مصرية في تشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين شكرا لك مراسلنا فهميشتي وكنت معنا من الناصرة